في ناس بنشوفها بتحسب حاجات بسرعة غريبة قوي بدماغها طب عمرنا فكرنا إن إيدينا دي اللي بنعد بيها عادي لحد عشرة ممكن تبقى زي آلة حسبة سريعة ونوصل بيها لغاية 99 كمان في طريقة حساب زهني بالصوابع بتخلي الجامع والطرح أسرع بكتير شكلها معقدة لا خالص هي تبين كده بس الهدف منها بس السرعة في الحسابات البسيطة بالإيدين ممكن نتعلمها خطوة خطوة سوا قولي الفكرة الأساسية الفكرة كلها قيمة على إننا بنقسم الإيدين الإيد اليمين دي بتبقى مسؤولة عن خانة الأحد والإيد الشمال للعشرات أوكي نبدأ باليمين الأحد بنعملها إزاي دي بصي في الإيد اليمين كل صبع من الأربعة العاديين دول السبابة الوسطى البنصر الخنصر كل واحد فيهم قيمته واحد يعني كده بنعد واحد اتنين تلاتة أربعة تمام الصبع الخامس بقى لهو الإبهام ده لي قيمة لوحده خمسة طب لو عايزة أمثل رقم زي سبعة مثلا عشان نمثل أي رقم فوق الأربعة بنستخدم الإبهام اللي هو اتفقنا بخمسة ونضيف عليه صوابع تانية يعني رقم ستة ده عبارة عن الإبهام ومع السبابة خمسة زائد واحد أوكي سبعة يبقى الإبهام ومع السبابة والوسطى خمسة زائد اتنين تمانية يبقى الإبهام وتلات صوابع خمسة زائد تلاتة ورقم تسعة ده الإبهام مع الأربع صوابع كلهم خمسة زائد أربع تمام ولو قفلت إيدي خالص يبقى القيمة صفر ولو مفروضة كلها يعني الإبهام والأربع صوابع تبقى القيمة تسعة حلو قوي كده فهمت الأحد في الإيد اليمين نروح بقى للإيد الشمال اللي هي خانة العشرات هو نفس المنطق بس القيم بندربها في عشرة يعني الأربع صوابع العادية في الإيد الشمال كل واحد فيهم بعشرة كده نعد عشرة عشرين تلاتين أربعين والإبهام الشمال الإبهام الشمالي ده بقى لوحده قمته خمسين تمام ونفس الطريقة لو عايزة أعد بعد الخمسين عشان نمثل الستين بنستخدم الإبهام الشمالي خمسين ومعه السبابة الشمالية عشرة سبعين تبقى الإبهام خمسين مع السبابة والوسطى عشرين تمانين الإبهام خمسين مع أول تلات صوابع تلاتين وآخر حاجة تسعين هي الإبهام الشمالي مع كل الأربع صوابع التانين خمسين زائد أربعين ولو قفلت الإيد الشمال تبقى صفر عشرات ولو فردتها كلها تبقى تسعين بالزبط وبكده لما نضم الإيدين مع بعض نقدر نمثل أي رقم من صفر لحد تسعة وتسعين الموضوع كده بدأ يوضح قوي طيب خلينا نجرب نمثل أرقام عشان نتأكد إننا فيمنا صح لو عايزين نمثل سبعة وتسعين ماشي نبدأ بالأحد الأول السبعة دي في الإيد اليمين بنعملها إزاي الإبهام اللي هو خمسة ومعاه سبعين كمان السبابة والوسطى اتنين كده سبعة في اليمين تمام ونروح للعشرات التسعين دي في الإيد الشمال سهلة دي بنفرد الإيد الشمال كلها الإبهام بخمسين والأربع صوابع باربعين يبقى تسعين كده الإيدين مع بعض بيمثلوا سبعة وتسعين ممتاز طب مثال تاني أسهل شوية خمسة وخمسين دي بسيطة خالص خمسة في الأحد يعني الإبهام الشمال بس آه يعني الإبهامين بس مرفوعين بالزبط كده طب تلاتة واربعين التلاتة أحد يبقى في الإيد اليمين هنرفع أول تلات صوابع من عند السبابة واحد اثنين ثلاثة والأربعين عشرات في الإيد الشمال نرفع أول أربع صوابع من السبابة الشمالية عشرة عشرين تلاتين أربعين من غير الإبهام يبقى كده المجموع تلاتة واربعين مظبوط حلوة قوي طب آخر مثال عشان المعلومة تثبت تمانية وتمانين تمام التمانية في الأحد بالإيد اليمين نرفع الإبهام خمسة ونضيف عليه تلات صوابع السبابة والوسطى والبنصر كده تمانين والتمانين في العشرات بالإيد الشمال نرفع الإبهام خمسين ونضيف عليه برضو تلات صوابع السبابة والوسطى والبنصر كده التمانين يبقى الإيدين مع بعض بيمثلوا تمانية وتمانين تمام كبقى فهمنا إزاي نمثل الأرقام بس إزاي ده بقى بيساعد في الحساب بسرعة يعني الجامع والطرح اللي قلنا عليه في الأول هل هي فعلا أسرع؟ هي بتبقى أسرع، آه بس مع التدريب طبعاً لأنها بتحول العملية اللي في دماغك لحركة بإيدك